قال وزير الإعلام معامل الإرياني أن عملية الخطف والسطو المسلح التي نفذت ميليشيا الحوثي لقاطلة البحرية رابغ ثلاثة والتي كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه شركة كورية جنوبية أثناء بحارها جنوب البحر الأحمر مساء الأحد عملية إرهابية وتصعيد خطير وغير مسبوق يهدد بنسف كل الجهود التي يبدلها الأشقاء والأصدقاء للتهديئة وإحلال السلام في اليمن واضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن هذه العملية الإرهابية التي نفذتها الميليشيا الحوثية تكشف التهديد الذي يمثله استمرار ميناء سيطرتها على الحديدة وتحكمها في الشريط الساحري بين المدينة ومدينة عبس على أمن وحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندبة وأشار الإيرياني إلى أن توقيت هذه الخطوة التسعيدية الخطيرة وتزامنها مع الاحتجاجات التي تشهدها غالبية المحافظات الإيرانية يؤكد أنها تمت بيعاز وتخطيط إيرانية عبر أداتهم الحوثية لحرف الأنظار عن هذه الانتفاضة الشعبية ومحاولة خلط الأوراق وتصعيد وطيرة الصراع في المنطقة ومعارسة الضغوط على المجتمع الدولي وطالب الإيرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة أزاء هذه القرصة البحرية التي تشكل سابقة وانتهاكا قطيرا للقانون الدولي واتخاذ الإجراءات الكثيرة بدعم الحكومة الشرعية لوقف التهديد الذي تمثل الميليشيا الحوثية الإرهابية على خطوط الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة